أنت مثلاً في مدارسنا الابتدائية الأستاذ يوميا يقول أنت كسلان أنت رأسك حجر أنت واحد ما تفتهم أنت واحد مما مدرسة ده قتله هو والله هذا أصعب من إطلاق النار عليه ده تقتل روح أنت ولكن إذا قال لأبني الله يبارك فيك حبيبي روح اتعاب شوية روح اقرأ ابني لا تروح تسهر منا ومنا روح على الأمور الجيدة يطير روح شوف اليوم الثاني شلون يجي أنت فاشل أصلاً أنت وجودك كل بلا علينا طبيعاً ينجح وهذا منه أمهاتنا وآبائنا إذا اليوم وديت معدل مو معدل جيد بدل ما يقولوا له أو يقول شوف إذا ما تجي معدل جيد ما تضب البيت بعد أدري هو يعني بالله عليك شلون يردد الروس يعني شلون يحب العلم هذا الإنسان اللي يكره العلم إذا اليوم أنا أقوم ابني لصلاة الصبح هذا بمي على وجه وقوم لصلاة الصبح هذا يحب الصلاة إذا أنا بالكفخات أمشي للصلاة يحب الصلاة يكره الصلاة ولكن بكلمة حلوة بالأسلوب الصح هو القرآن يقول كلمة طيبة هو القرآن يقول وجادلهم بالتي هي أحسن اليوم أحبتي أقول كلمة لابد أن نسعى إلى عمل يرضي الله يرضي الله تعرف الشوكة الله يرضى عنك إذا ضميرك رضى عنك وجدانك